طبيعي دكتور عبد المنعيم أن تتبعاً تمين في المية تتحدثوا عن الشقة الاقتصادي تتبعاً خمصوة في المية تتحدثوا عن التعليم والثقافة وحتى الإرهاب لم يأتوا عليه كتير يعني ومما نموذج واحد ده طبيعي؟ لا مش طبيعي في كل انتخابات العالم الجزء الاقتصادي هو الجزء الفارق يعني بالنسبة للمرشحين والسياسات لكن الملاحظة العامة على مقيل هو أنهم عايزة الناس أوضاعها تتحسن وتقوم الغلاء بنفس الطريقة الأديمة اللي هي بمعنى أنه يتم منحهم مزيداً من النقود الذي يؤدي إلى المزيد من التضخم أيضاً أنه وفيش تفريقة ما بين قطاعات المختلفة الموجودة في مصر يعني أزعو من الناس اللي تشتغل في مجاة التشهيد والبناء أجورهم زادت بأكثر من مينوئية في المية هو الإحساس بالغلاء ما بين الفلوس اللي موجودة في جيب الناس والأسعار في السوق إذا كانت اللي في الجيب بيزيد بقدر الزيادة في الأسعار ما بيبقاش الألم بالشكل اللي الناس بتكلم عنه ده ليس موجوداً في قطاع التشهيد والبناء ليس موجوداً في مجال اللي هي السلعة المصدرة ليس موجوداً في مجال الاتصالات بالتأكيد ليس موجوداً في مجال البترول والغاز بالتأكيد مش موجود في بعض قطاعات الخاصة بالإعلام والاتصالات بشكل عام بمعنى آخر أن كنت عندك قطاعات استفادت خلال الفترة اللي فاتت وقطاعات لم تستفد منها فعلا الناس اللي في المعاشات اللي عاملين في الدولة اللي هم مستاتيك جدا أصحاب الدخول السابتة أصحاب الاحتياجات الخاصة ودول لن يمكن أن هو التعامل معهم وإعطاتهم زيادة إلا إذا تم زيادة المهارات بتاعتهم لاستفادة منهم إذا كان ذلك ممكنا وبعدين فيه الجزء الذي يمكن أن يتعامل المجتمع والدولة معه بأساليب الحماية الاجتماعية المختلفة بشكل أكثر يعني كرمة مما هو يجري الآن ذلك لن يحدث إلا إذا كان الدولة بتنمو بمعدل أسرع مما ننمو به حاليا فيك التصور أنه خلال الأربع سنين الجاية نحن نوصل لسبعة سبعة ونصف في المئة إذا حدث ذلك هنلاقي التضخم بينزل هنلاقي البطالة بتقل هنلاقي كل الأمور الأخرى بتحصل فالهدف الأول هو زيادة معدل النمو لكي يعني يستمر في تصاعده ولكن بسرعة لا يريد الشرع النصري من الرئيس القادم شيئا سياسيا؟ جزء من الرئي العام مهتم جدا بالجانب السياسي يعني على الأقل ما يمكن تسميته بالنخبة يريد أنه يعني يفتح المجال السياسي إلى ما بعد عهد الثورات عهد الثورات خلق عملية استفاف وطني خلال المرحلة الأخيرة خلال هذه الانتخابات هذه العملية الاستفاف الوطني بتؤدي إلى أنه يبقى فيه نوع من الحاجة إلى المنافسة خاصة أننا مقبلين وما لم نعد لذلك من الآن على انتخابات هي بحكم الدستور سوف تكون تنافسية ومن ثم فإنه لن يكون عملية الالتقاء على شخصية مثل الرئيس عفتاح السيسي موجودة في عام 2022 أنا سأعيد بما سمعته عن حزب الوفد أنه هم يريدون أيضا أنه هبقى لهم مرشح أيضا لاحظنا في انتخابات الوفد الرقص أيضا موجود في باحث يعني على قد الوفد يعني أنه نسبة الانتخابات أيضا حضرتك ذكرتها في السؤال مع الأستاذ السامشير أزعجتني كتير يا دكتور أبنان لا هو كده المعدل المناصري في الحدود دي 2500 شخص يحددوا مصير حزب الوفد أعدت الأحزاب المصير لا أصل حزب الوفد لازم تعرف طريقة الانتخابات المنتخبين دول مش الأعضاء الجامعية العمومية مكونة من ديليجيتس أو مفوضين من المحافظات المختلفة فبيجري انتخابهم في المحافظات المختلفة هم دول اللي بيجوا ينتخبوا الرئيس فهنا الجامعية هو حزب الابرالي حتى في انتخاباته لا الجامعية العمومية للوفد 4000 وشوية فهي تقريبا 50% أو أكتر شوية 55% كمان فهذا نسبة معقولة عندي ثلاث أسئلة عاوز أعرف إجابتها من سيادتك بشكل سريع لو تسمح يعني تعتقد ماذا يريد المصريون من الرئيس فيما يتعلق بانتخابات 2022؟ أعتقد أن الرئيس بحكم مكانته التاريخية النهاردة في مصر يمكنه أن يكون ذو نفوذ بالنسبة لتهيئة السحس لهذه اللحظة اللي حيبقى فيها انتخابات تنفسية خلاص انتهت مسألة الإجماع على شخص كما ذكرت أيضا هناك حاجة ماسة لقانونين على الأقل قانون الانتخابات يغير أمرين همين الأمر الأول أن نقوم حكاية المئة واربعة حزب اللي هما كلهم صغيرين وأن الحزب الذي لا يستطيع الحصول على مقعد في البرلمان يعني ممكن يكون حركة يمكن يكون طيار الجزء الثاني يتعلق بالمستقلين المستقلين في رأيي من حقهم أنه طبعا يبقى مستقلين لكن ينطبق عليهم ما ينطبق على رئيس الجمهورية إذا كنا بنقول رئيس الجمهورية يحتاج خمسة وعشرين ألف توكيل علشان يبقى مراشح صحيح أنا أعتقد المستقل يحتاج إلى كتلة انتخابية تقول أنه له حيثية في الشارع السياسي ماذا يريد المصريون برأيك من الرئيس فيما يتعلق بالإخوان طالما الإخوان يأخذون الموقف الذي يأخذونه متعلقا بالإرهاب ومتعلقا بالعنف ومتعلقا بتهديد الدولة المدنية هما يطلبوا منه هزيمة الإخوان على كل الجبهات من قطر من قطر نفس المسألة إذا كان فيه عاون أعتقد فيه تغير في الموقف القطري مؤخرا أنا شخصيا أراحب بيه ونقول أنه نشوف القول يصدقه العامة الأم لا يعني إذا جار الحجر على جماعة الإخوان عندهم منع الدعاية المضادة لمصر منع التمويل منع تمويل الإرهاب كل الكلام ده أعتقد مصر مش غاوية أنها تحارب قطر يعني تعادي أو تعاديها أو لا تفتح أجواءها يعني حتى لا تعادي يعني هي تطالب بتصحيح العلاقة يعني لا ما ننساش أنه فيه قطريين عندهم مصالح اقتصادية في مصر إنه فيه حوالي 300 ألف مصري موجود في قطر فيه أمور يعني علينا برضو إنه إحنا نبص عليها في إطار المصالح المصري